أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الإنجاز الذي حققه منتخب ألعاب القوى في البطولة العربية الحادية والعشرين التي أقيمت في جمهورية مصر العربية الشقيقة ينسجم مع رعاية المتواصلة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للحركة الرياضية والشبابية في المملكة وتوجيهة جلالته السامية بهمية التمثيل المشرف لمملكة البحرين في جميع المحافل الدولية وهي نتيجة دعم ورعاية جلالته حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية مشيدا سموه بالإنجاز الذي تحقق بحصول المنتخب على أربع وعشرين ميدالية ملونة منها خمسة عشرة ميدالية ذهبية وأشار آسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن الإنجاز الذي حققته ألعاب القوى البحرينية في البطولة العربية يعطينا الحافز الكبير لمواصلة تحقيق تطلعات ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأكد سموه أن هذه النتائج تؤكد سير الاتحاد البحريني لألعاب القوى على الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الميداليات الذهبية في المشاركات الخارجية مشيدا سموه بجهود رئيسي وعضاء الاتحاد وأوضح سموه أن ألعاب القوى البحرينية وبفضل الاهتمام المباشر والمتابعة المستمرة من قبل رئيس الاتحاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تؤكد دائما أنها تسير وفق الخطة المرسومة التي يكون أساسها تشريف مملكة البحرين في المحافل الخارجية مشيرا سموه لأن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وضع الأساس المتين وخارطة الطريق التي توصل الأبطال إلى منصات التتويجة الأمر الذي يؤكل مواصلة الارتقاء برياضة ألعاب القوى وتعزيز مكانتها وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن الحركة الرياضية في المملكة تابعت مسيرتها الواثقة نحو تعزيز المكتسبات التي حققها أبطال البحرين في مختلف البطولات والتي تجسد المكانة المتميزة للبحرين على خارطة الحركة الشبابية والرياضية في العالم مؤكدا سموه أن الإنجاز الذي حققه منتخب ألعاب القوى يبعث على الفخر والاعتزاز بقدرة الرياضة البحرينية على التميز والإبداع في مختلف المحافل الرياضية